والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد الإخوة الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وإن شاء الله بحفظ الله وقوته في هذه العجالة أتكلم فيها عن بيان الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما يضاد ذلك من المناهج المنحرفة التي قد كثرت في هذه الأيام وفي هذا الزمان فأول ما يعلمه الإنسان أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لغاية واحدة ده الأساس ربنا ما خلق الخلق إلا لغاية واحدة بقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلق بمعنى أوجده أوجد من العدم الله سبحانه وتعالى ربنا قال ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس رضي الله عنه وهو من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعلم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال يعبدون بمعنى يوحدون إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون والإنسان إذا عاش في هذه الدنيا على غير توحيد أي على غير عقيدة صحيحة لم يحقق الغاية التي من أجلها خلق لأنه يصير كالبهائم وكالحيوانات أما الإنسان يكون موحدا قال إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون وذكر إمام هذه الدعوة مفسرا إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون قال لأن الخصومة فيه لأن الخصومة بين أقوامهم إنما تكون في توحيد الله عز وجل ابن عباس رضي الله عنه قال ما بين النوح عليه السلام وآدم أي من الفترة الزمنية كان في عشر قرون القرن فيه مئة سنة الفترة ما بين نوح عليه السلام ودعو الرسول وما بين آدم عليه السلام عشر قرون قال كلهم كانوا على المنهج الصحيح وعلى المعتقر السليم في الله عز وجل إلى أن جاء الشيطان ووسوس إلى هؤلاء فعبدوا الصالحين عبدوا خمسة رجال صالحين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى خمسة رجال صالحين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى رسل الرسل بعد ذاك ربنا رسل الرسل لما يكون فيه شكال في العقيدة كويس ما عندنا في زمن في هذا الزمن كان فيه شكالات لكن ما كان فيه شكال في العقيدة يعني لقد تقي الجرائم تصل إلى درجة القتل يعني واحد إنسان يقتل أخوه زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك هابي القتل شنو أخوه لكن ربنا سبحانه وتعالى ما رسل رسل لكن لما حصل الإشكال في العقيدة عبدوا الخمسة رجال صالحين بدون الله عز وجل ربنا رسل نوع عليه السلام فما كث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسين سنة بيتكلم مع النازل بيقول له معبدوا الله ما لكم من إله غيره أعبدوا الله براو أعبدوا الله شنو براو وحده لا شريك له فما آمن معه إلى خليل ربنا سبحانه وتعالى رسل عليهم الطوفان فأغرغه بعد ذاك نفس الحكاية نفس السلسلة بردت شنو بن جديد ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله ويجتنبوا شنو ويجتنبوا الطاغود فالإنسان بيكون واحد على الفطرة المولود يولد على الفطرة لكن هذه الفطرة السليمة يدخل على طارئ ودخيل فيغير من الفطرة السليمة فيغير من الفطرة السليمة إلى شنو إلى الزيق والضلال والضلال ده أنواعه كثيرة جداً يا أخوانا أنواعه كثيرة جداً وصوره كثيرة الضلال لذلك يعلم أنه ما في حاجة يسمى إنسان حردي ما في لذلك جماعة شغالي لك حرية سلام حرية دال الشعين وطبعاً دال كفار يا أخوانا ما تقول لك كفرتهم لا ما كفرتهم دال ما ما خاش واسطاً دال هريبتا كيف دا ما خاشت ذاته دا بيقول لك ما في حاجة يسمى الله لا إلهة لحياته مادة قالوا ما في حاجة يسمى الله والموت قالوا داكسة دول اللي تقز بموت كما داكس ما بموت هريبتا كيف والله أنا فهمون كده وعندنا كتب قاعدة هنا في كتب هنا مليانة إن شاء الله تبارك وتعالى أي زول عنده هواس في راسه إحنا مستعدين نناقشه بيقيت نصراني بالناخشك يهودي بالناخشك شيعي بالناخشك بيقيت تابعي لجماعة الإخوان المجرمين ناس حسن البنة علمنا حب الجنة أنت ما عندك أي علاقة بالإسلام وتزول علماني لكن لا بيسطوب الدين أنا بجي أوريك لكلام دي ناس عرفتا كيف تزول علماني شاقت ما عندك أي علاقة بالإسلام والكتاب والسنة الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما عندك به علاقة وأنا بأوريك لأنه من هذه الآية مبدأ شنو؟ مبدأ العبودية مبدأ شنو؟ مبدأ العبودية إنه أي إنسان هو عبد لله عز وجل العلمان ما نفسروا إلا ليعبدون بمعنى شنو؟ إلا لآمرهم وأنهاهم أنت ما مطلوق ساقت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ ربنا ما خلقك ساقت شنو تشتغل على كيفك وتشتغل نجر تنجر من رأسك يقول لك هذا المفكر الإسلامي صاحب الفكر الإسلامي طبعا الكلمة دي كلمة كفرية بالمناسبة الكلمة كلمة جنو؟ الكلمة أو اللفظة دي كلمة كفرية لما تقول الفكر الإسلامي معناه جعلت الإسلام عبارة عن شنو؟ عن أفكار الفكر الإسلامي جعلت الإسلام عبارة عن أفكار وأي فكرة في الكون ده قابل لشنو؟ قابل للنغاش قابل للأخذ والرد صح وخطأ الإسلام ما قابل لكلام ذي الأخوان البعلم الغيب الله براو دي ما قابل للنغاش الحدود دي ما قابل للنغاش ده مسلم وده كافر دي ما قابل للنغاش زول قال زول قال الشيخ بحلم الغيب أو الشيخ بيجي الجنة أو ما ربط ليه حجبات ده مشرك دي ما قابل للنغاش هنفتك كلام النبي عليه الصلاة والسلام الخروج على الحاكم الظالم دي فيها كم وثلاثين حديث ما قابل للنغاش الكلام ده أي حاجة فيها دليل دي معناه شنو؟ إتمامور بها يا إما حلال إما حرام شاكرا ما يجوغوا شو يقول لك الفكر شنو؟ الفكر الإسلامي إنت مفكر ساكت تبتع فكرة الحركة الإسلامية مين فكرة ساكت؟ فكرة جابها واحد اسمه جمال الدين الأفغاني والأفغاني ده ما أفغاني خلي بالك هالذول ده إيراني فارسي كان قاعد في روسيا عمل فيها أفغاني عشان الناس يقبلوا وكان تابعه الحركة الماسونية اليهودية هالذول لذاته جواحد تاني اسمه من ما عارف محمد عبدو لغاية ما جاء فسروا القرآن نقولوا تفسير شنو؟ تفسير سياسي مخارف لكتاب والسنة لغاية ما جاء حسن البنة وجاء سيد قضب وده أكبر واحد ضل الناس في العصر الحريزة الآن ناس داعش وتنظيم القاعدة والهجرة والتكفير وما عارف حزب التحرير ده كلهم تابعين لشنو؟ كتابات سيد قضب الفكر ده كله طلع من شنو؟ من كتاب السمعالم في الطريق قاعد موجود هنا نوريك الزول دا قال ما في مسلمين تب الناس دا كلهم يرتدوا إلا الناس المعاوه مع انه سيد قضب ذاته لو جيد ناغشته هو ذاته في نفسه لو ناغش سيد قضب عنده كلام بيطلع بر الدين نهاي كلام كتير جدا فمن هذا المقام لا بد تعرف انت في هار الدنيا ما حر انت ماشى على شنو؟ على ضوال كتاب والسنة ما في حيق يسي ما شنو؟ فكر اسلامي ومفكر اسلامي عرفت كيف؟ دي المسألة الأولى بعد ذاك تقي تعرف لما تقي تناقش هذي الأفكار كلها بتقي تناقش الكتاب والسنة أي ذول منهجه؟ أي ذول عنده منهج لافي؟ أي حزب لافي في الدنيا دي؟ بدأي انجيزه؟ الكتاب والسنة على شنو؟ على فهم منو؟ الترابي عنده فهم براو الكتاب والسنة الصارق المهدي عنده فهم براو كويس؟ البراي بتاع الصوفية عنده فهم براو كويس؟ الأخوان أجدوا عنده فهم براو أريبت كيف؟ دي الناس دي الناس المحصوبين على شنو؟ محصوبين على الإسلام عندهم فهم براو أما العلمانيين ناس من ناصريان وناس البعسيين إلى آخر دي لاصل عديل شغولهم برا دي نهاي دي شغولهم براو العلمانية العلمانية المرجعية بتاعاتها الأساسية هي العقل عشنو؟ العقل المجرد دي المرجعية بتاعاتهم ما عندهم مرجعية كتاب والسنة ما عندهم هل يفتقاب؟ ربنا لما رسل وحي إلى الناس عشان يقتدوا لأنه في نهاية الإنسان شنو؟ يا إما جنة يا إما شنو؟ يا إما نار ما يتلب الدنيا دي خشت لك في حزب اللي شنو خشت ما هو منهج المنهج دي يوديك الجنة يوديك شنو؟ يوديك النار شان تعري من دوام مطلوق صحي في الدنيا دي ما قايب ما يجي الساكد ربنا خلق لشنو؟ للعبادة ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تمسك الأفكار دي كلها تجد قيسة بالكتاب والسنة الكتاب والسنة على فهم منه طبعا دي مشكلتنا هنا ف يا طلاب هذه الجامعة جامعة تدنية الأزرق عنعنا مشكلتنا كلها مع الأحزاب دي كلها الآن موجودة في الساحة دي مين أن صار صنة وإنت ماشي؟ صار صنة ما عندنا نبا مع الأغن هنا مين أن صار صنة؟ وإنت ماشي؟ إشكالنا مع النازل إنه لما نقول لك الكتاب والسنة لما نجيب لك آيات وحديث كويس بعد يعني إن جاب لك حديث صحيح الحديث بيكون شرحه شنو؟ بيكون شرحه بفهمه براو بمزاجه براو دي لنشكال لنا لأنه ما مرجعوا للكتاب والسنة على فهم شنو؟ على فهم الصحابة ويتظل المأمور باتباع شنو؟ باتباع النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة شنو؟ الخلافاء الراشد المهديين عضوا عليها بالنواجز مش كده؟ وفي حديث كذلك حديث الفرق افترقت اليهود على واحدة سبعين فرغة وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرغة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرغة النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار قال كلها شنو؟ كلها في النار إلا واحدة فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قام بادروا بالسؤال طوال يسألوا ألف الجنة دي الواحدة دي المنهي بتاع شنو؟ أنا ممكن جا أقول لك أسمع أنا سلفي لكن لما تشوف في ناس سنينهم بقولوا سلفي لكن ما عندهم علاقة بالسلفية لكن لما تشوف عمائله ما عنده علاقة بمنهج شنو؟ بمنهج الصحابة عشان كده القضية ما هي قضية التسميات حركة إسلامية قلت ما تحرك ما شوين؟ أنصار سنة هم أنصار سنة ده أنصار بدعة لأنه الآن شغلهم كله على البدع وضلالات إن حرفوا من منهج الصحيح بيقولوا تعبيني لأخوان المسلمين فلما نقول الكتاب والسنة على فهم منه على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما يزال يجيب لنا آيات لصيك ساكل على كيف التعارف والتكفيرين دي الآن في الساعة كلها البكفر ناس داعش ناس القاعدة الآخر بكفر الزول بحقيقة ما مكفرة التكفير ده ما على جسمين في التكفير صحيح زول كفر نسأل لأي شنو يعني يبلغوا عصر منغة زول كفر قال ما داع للإسلام أو زي زول قال البورة عداب إي لمالغيب ده مشرك نقول لا لا يا صريف ده ما خلال بيقى مشرك لكن في زول تاني بيكفر الزول بحياة ما كفرية الحياة ما مكفرة الخبارك زمان كان بيكفروا بالكبيرة عندهم أي زول شريب خمرة كافر سرقتها كافر زانيت كافر عندهم كده بالكبير النازل فسروا الآية قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنظر الله فوليكم الكافرون الآية دي فالسورة تفسير خاطئ قالوا أي زول حكم بغير ما أنظر الله كافر كفر أكبر برا الملة الكلام ما كده ما يجدوا الحكم بغير ما أنظر الله يكفر شنو كفر أكبر قريبتا كيف لما الصحابة سألوا ابن عباس في ومن لم يحكم بما أنظر الله فوليكم الكافرون لما رجعوا للصحابة سألوا قال لهم ليس بالكفر الذي شنو تذهبون إليه قال لأن ما الكفر الذي انصرفت أذهانكم إليه لأن الكفر علي جسمين في كفر أكبر في أصغر في شرك أكبر في شرك أصغر دي لابد تكون عارفة إذا لو بيقل ذو المسلم بيصلي لابد تعلم بالكلام ده ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بأنهم تعلموا العقيدة في الأول ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والنازل ما بيسوقوا الشباب إلا بشنو إلا لعدم العلم شنو بالدين والواحد ما بيقبع علماني إلا لأنه ما بيعرف الإسلام دخل الجامعة هنا فكله بيت من البنات صاحباته سيمستر واحد السيمستر الثاني جابت رأسه بيقى بعثي داك لما فيه بيقى شعبي تبع الترابي يسيب الصحابة ويطعم في الإسلام والترابي النبي والترابي ما عارب شنو قال أنا أعلم من الرسول إلى آخر من الخزوع بولادي عرفتك كيف؟ أزال بسأل كلامنا كيف لأنه ما عنده علم بالشريعة الإسلامية وبعد ذاك بيليم فيه زول مضل مجرم برمله كلام بيقاسه رأسه قرعه وفاضيع بيحشون بهذه الأفكار بمشي معاه ربتكات؟ فنرجع ونقول النقطة المهمة جدا إنك الكتابة السنة على فهم منه على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنت لو في إمتى الكلام ما أفضل تاني بالعبك ما أفضل بالعبك تاني نهاية كويس بعد؟ زل بالعبك ما في النازل بالآية دي بفهم ومستقيم لهذه الآية كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج الأوائل قالوا عثمان بن عفان كافر عليم نبي طالب كفره وقتلوا عثمان بن عفان خلت بالك زول واحد لمن يفهم آية غلط بيقبأ أكبر مجرم في الكون كله بيقبأ المجرم لأنه يمشي كتل كتلوا الصحابة لأنه فيهم الآيات شنو لأنه فارقوا فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وربنا قالوا من يشاغق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ربنا قالوا نوليه ما تولى ونصيه جهنم وسأة مصير ففهموا سنب حجة حجة ودليل تمييز تعرفه لسلام الصلاة والسلام الذي جاء بين النبي عليه الصلاة والسلام من فوق السبع سماوات دي مسألة أولى دي مسألة واحدة بس النازل فارقوا الفهم الصحيح وضلوا وانحرفوا لأنهم فيهم واي غلط ديل منو ديل الخواري كانوا ستة الف ناظروا ابن عباس زمان ابن عباس ناظرهم مناظرة واحدة بس رجعوا أربع الف مناظرة واحدة قال لهم جيتكم من عندي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رسلوا الصحابة قال لهم شناخشى النازل قال لهم جيتكم من عنده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيكم صحابي واحد ستة الف عملهم فضة كاملة صحابي واحد ما فيه الكلام ده جيبنا له شنو جيبناه عشان تفهم انه قضية تفهم الكتاب والسلام انه بيجيك واحد اسموك ان يجيك واحد جبهجي يجيب لك آيات ويجيب لك أحاديث لكن بيفهم الآيات والأحاديث شنو حسب فهمه براو ديل اشكال كبير تاقل طايفة تانية الصوفية تاقل واحد صوفي كويس معك وطبعا الصوفية ديل اخواننا احنا ما عندنا نوعا مشكلة شخصية اعرف تاكب وديل يمكن الفكر الاكتر شيوعا في شنو في السودان يمكن ما ممكن بين بين كل مئة نفر في مئة نفر صوفي اعرف تاكب كويس ممكن تجيب واحد يقول لك انا ما اصوفي واحدة القاوي يقول لك انا ما اصوفي وتجيب عنده اخذ عفلات يقول لك الشيخ فرح والتكتوك قال المشي بالبيوت والكلام بالخيوت والله يا خيوت شنو بيوت شنو يتمونيون ولا شنو كويس معك اتعا وكررنا معناه شنو معناه بعلم والغيب ازول معناه بعلم والغيب وده كذاب انا بديك كلام البرة عندك في كتبه بيقول قومك نزاور للأولياء الأغطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم علين بالغيب باطن وشنو وظاهر ده قال الأولياء بعلموا الغيب باطن وظاهر باطن وشنو وظاهر بعلموا الغيب وربنا قال شنو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون شنو أيانا يبعثون الكلام مش واضح الكلام واضح ان هذا البرعي ذو المجرم لأنه بيعتقد ان الأولياء يعلمون الغيب مع الله الكلام داشا ان دي نغني علومة السودانية دي بالموضوع ده مشكلة كبيرة خالص وما بيهمن احنا الكلام ده ابني بنتكلم بس نعم مش أي محالة بنتكلم في الجامعة بنتكلم في الجامعة بنتكلم تمشي اخذ براء الجمعة بيقول لك الكلام ده ذاته لانه دي المشكلة بتاقت البلد دي الآن فيه كم فيه كم واحد تابع البرعي فيه كم واحد بيعتقد العقيدة الباطلية الزالي بيقول في غير الله سبحانه وتعالى يعلم والغيب ده مشرك اذا بقيت مشرك عملك ما مقبول عملك حابط ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشع عملك ده حابط كله ايه تخطر ذكرانا كيف وتخط جهنم وكافر ومشرك ربنا قال كده ربنا قال ومن اضلوا ممن يدعوا من دون الله من لا يستقبوا لهم الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداءا وكانوا شنو بعبارتهم كافرين ربنا قال كفار وقال مشركين ده المرة يبقل لك كده يقول لك قم يا اخي ناديهم لي الرجال الله شنو البيزيل والبي يجيك واحد تابع الى المؤتمر الوطني او المؤتمر العفني تاني الشعبي كويس يقول لك التصوف الاسلامي ما في حاجة يسمى التصوف الاسلامي اتحداك من هنا ليه حسن البنا ليه زوكم والماسون الكبير ها جيب ليه حاجة يسمى التصوف الاسلامي اذا قلت شو عشان تعرف الناس ده بيلعبوا على الناس كيف شو قل بتاعجرهم كله اذا قلت الزوت الزوت ده في الدين قاعد ده ماذا ده التصوف اذا قلت لليه بيأكل الناس ده من الكرم والكرم ده من شنو من الايمان ده ما عنده علاقة بالاسلام اذا قلت لليه حب النبي عليه الصلاة والسلام ده من الدين قل إن كنتم تحبون الله شروع فاتابعوني يحببكم الله ربنا قال ما اتاكم الرسول فاخذوه وما ناءكم عنه فانتو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي المحبة اذا ايد قلت لليه ذكر الله عز وجل والاخلاق الحميدة والحلم والانا وبر الوالدين الاخر ده من الاسلام ما عنده علاقة بالتصوف التصوف ده ما يهو ده ستار ساي لكن الصوفية ده لانهم علاقة بالعدب لانهم علاقة بحب النبي ولانهم علاقة بشنو بالكتاب ولا بالسنة النازل منهج منفصل تماما زول بيصل مرحلة بيقول لك انا الله محمود محمطاه تعرفوا محمود محمطاه ده عنده حزب زمان زمان نميري نمير رحمه الله تعالى اعدم الزول ده معه الشيوع الكلبي ده كويس اعدمه ده قال هو الله عديل كده اخرانه يا ابن من اين من كتاب واحد اسمه الانسان الكامل كتاب اسمه الانسان الكامل وكل الصوفية سمانية تجانية كل الصوفية بيعتقدوا الكلام ده لكن داك محمود محمطاه كان زول عاغيته ما قاعد يدسها بيصدعبها طوالي بيقوله بوضوح يبتقد؟ كان بيقوله بوضوح قال لو بيعتقد شنو انو الانسان يعبد الله قال فيصير هو الله وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله شنو الا راهب في كنيسته فواحد اسمه الركاني في الكلاكلة تابعي المطور وطني دا بيقوله الكلام ده عندنا مسجل موجود قاعد هرايك شنو واي اخو مسلم عندهم علاقات قوية جدا لانهم زالهم صوفية لانو حسن المنى ينتمي للطريقة شنو الشازلية دا صوفية هم زاته وكان بيعتقد انو النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يغزة لا منامن حسن المنا زول درويش بتاع خرافات زول مخرف شنو ما يقول لك دا زول مفكر مفكر ما عنده علاقة بالفكر الاسلام زول صوفي هريب تكب؟ انت عارف اعتقد انو الرسول بيك يشتنو تلقى الجماعة قاعدين يوم الجمعة تلقاهم قاعدين ملمومين قالوا بيذكروا فيها الله بالزارة التجانية كويس يقول لك بينا الجاهدة عالذكر بينا الجاهدة عشنو الجاهدة عالذكر يقول لك تقول الزكر دا ما تقوله تامي لا اله دي البجاء بيقوله الا الله انت ما شايفون زي صلاح الموسيقى لا اله دالي الا الله يقول لك كان قمت شنو كان الشهادة قتعطى في النص وقمت متخدة بتموت كافر شوال هواس والله العظيم هواس جاوة براوة النازل يقول لك بنا الجاهدة عالذكر بعد ما ينتعوا من البدع دي. والهواء الزهن. مع المغرب كده. كلهم بيقوم على الشيخ بيقوم على الحيله. اني رأيته رسول الله. كلهم بيقوم. مرحبا بالمصطفى. مرحبا بالمصطفى. غدا الرسول جاء ناسي قاعد معنا هنا. تقام خاتل لهم كوز وقطعة. الرسول قال بيشرب من الكوز هنا. بيعتقدها الكلام ده. دي عغيرة تعصفية. كويس? فنرجع ونقول انه اي تنظيم او اي منهج. نحن بنجيسه بالكتاب والسنة. على فهم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ده الدين. وده الاسلام الحق الذي جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه والآله وسلم. ففي هذه النقاط كثيرة جدا نحن بنجيس معهم فيها. في مسائل في العخيدة. في مسائل في المعاملات. في مسائل في شنو? في الحكم. كويس معاك في التغيير. الان طبعا نازي اكتر حايا ما اسكين فيها التغيير. يقول لك شنو? تغيير. الانظمة الظالمة. والانظمة الجاثمة على هذي الشعوب المغهورة. كويس معاك. الشريعة اللي سابعين ده منهج. الحاكم. اذا بيقى ظالم. كويس معاك. اكل قروشك. لغف قروش البترون. كويس? واكل حقوق الطلاب. لغفة. كويس معاك. انت موج بشي له منك تزعف المية من القروشة بتثفعها. تمشي الاتحاد بضربها. موج عقلوا قروشك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الا ان تره كفرا بواحا. الا يكفر الحاكم. وبعد ما يكفر الحاكم لابد يكون في قدرة على الازالة. شفت الحديثين دي. ده يرتعني بالكلام ده والبيان بالعمل. الحاكم بتاع سوريا ده كافر. بشار ده ما شمى الاسلام بعينه. كافر. العلماء افتوا بكفره من زمان. هو صدام حسان. والمضاومة داك بتعليبية. عرفتا قاب? ايسم منه? تعليب الهلق ده. ده لفتوا عديل علماء بكفرهم. داك عنده رأي في الغران عديل. ودك بيقول لك امنتوا بالبعث ربا وبالعروف بتدينا ما له من ثاني. عرفتا قاب? داك خيرتهم. لكن العلماء اهل السودن والجماعة ما افتوا انه الناس تخرج شنو? عليهم. باستلاح. لانه ما في مقدرة. الاخوان المستمين لما هيجوا الناس في سوريا. الان سوريا اللي حاصل في فاشلوا. الان بيقول لك سوريا دي هنفرته تقسم لي شنو? لثلاثة اكسام. في اكتر من اربعة جيوش. شغالة جوا. اربعة جيوش. ما عارف بين باش مرقة. وما عارف بين كده يبهت النصرة. وما عارف هناك تاني بتاعنا الاكراد دي لك. كويس ما هاك? وذيك دارينك سو مباراهم? كده. البلد فرتكت. عرفتا كيف? دا ما نقال لسنو الجماعة. اننا علاو ادلة من الكتاب والسنة. الحاكم اللي يكفر. وكلانا مستعدين ناقش في اي جزول. عرفتا كيف? التغيير يكون كيف? التغيير يكون بالدعوة الله عز وجل. الانسان يدعوة الله سبحانه وتعالى. وده منهج الانبياء. كل الانبياء. اي جي نبي. اي نبي عشان يجي يغير قومه. لابد شنو يشتغل داعه. ما في نبي من يجي طوالب يشتغل في الجماعة شنو? بيكتلهم. والقصة معروفة النبي عليه الصلاة والسلام جاء من الطائف. جاءوا جبريل. قال لينا معي ملكي الجبال. قال لي معي ملكتنا الجبال دي. الديون الان مرهم. ملكينا الجبال معك. كويس معك? قال له شنو? ان قومي لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى ان يخرج من اصلابي من شنو? من يعبد الله عز وجل. ده الفهم كده. بخلاف الفهم بتاع شنو? بتاع ناس داعش. يمسلك فيك. اي جزء المساكو كتالو عندهم غانون. التهمة بتارك شنو? مرتد. بتهمة شنو? ده مرتد. يكتلوه كيف? بمنشار. وطبعا ده كله حرام. ده كله باطل في باطل. عرفتا كيف? ده كله شنو? ده كله باطل في باطل. على الاسلام لما نيجي منطقة اول حاجة لما نيجي في الجهاد الصحيح بيجي المنطقة والحاجة. بيقول لهم يا الاسلام. يا الجزية. يا الجهاد. ما بيطوالي بيمسكوا الجماعة شنو? بيكتلوه. ده الاسلام الحق. عرفتا كيف? فما بتغيير. بمظاهرات. بانجلابات. بتفجيرات. واغتيالات. ده كله باطل حرام ما بجوز. عرفتا كيف? والان الكلام ده شارعا وواقع. واقعا شارعا حرام. والواقع ازبط هذا الفشل. الان الحركة الاسلامية في العالم كله فشلت تماما. نجحت وين? والنجحت وين? اترناش فشلوا في الكون دا الاخوان المسلمين. وما دخلوا بلد الا انتهوا منه. دخلوا في في دخلوا الان في 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 اليمن. دخلوا في اليمن. كويس معك? عملوا على عبدالله سلع قاموا عليه. هيجوا الناس. الناس الزنداني. ومين داك? هيجوا الجماعة. بعد شوية داك قال لهم كويس. اتحد مع الشيعة. الحوسيين. وجاب دعم من ايران وشغل بكتل فيه. قصة البلد جهرات كلها انتهت. يعني فتا كيف? ما شخش هوين ليبيا. هيجوا الجماعة القراضاوي. شغال فتاوى. قرض الله عز وجل. شغال فتاوى من هناك من قطر. فتاوى دمر ليبيا كلها انتهى منا. الان ليبيا مقسمة. داعش براهم. الخوارج التانين براهم. شغالين على كيفهم. ايجي زول شغال براهم. اجي محل. دخل فيه وبصدوه. زمان في الجزائر. الشباب الدعوة هناك كانت ماشى. دعوة السلفية كانت ماشى. دخلوا في هنا السلمان وسفر الحواري وغيره. افتوا شباب هيا جواهم طرعوا. والجيش جيش علماني. الفرنسيين دعموا الجيش العلماني. ابادوا شباب. بس قالوا الكفار. الشباب طرعوا والجبال كتلوا الناس كلها. والقصة معروفة اقرأ التاريخ للسلام الحديث. القصة معروفة. ناس مين ابو ابو حطب ولا شو ما عارفيني ايا رجع بفتاوة للشيخ بن باز. رجع من الدلال لكله. ومعوه شباب كتار. شيخ بن بصل عليهم ورقة. فتوى. قلم كلامكم ده كله باطل رجعوا وخلوه. بدل ما كان البلد في اقلا بانقاب قوصين عدنة. بلد كامل يكبه بلد اسلامي على السنة. دخلوا في ده الدمروني هاي. لا لأنه الكلام دي يا اخوان ما طالبي من هاي النبوة. ما على فهم السلف الكتاب والسنة. واجي ذول بيعتقد هذي العاقينة ده يعتبر مبترع في الشريعة السامية. ده مبترع. ده دول ضل. والبيد على شدة من المعصي. البدعة اسوأ من الزنا. واسوأ من الخمر. واسوأ من شنوء من الميسر. البدعة. اما الطريقة الصحيحة. الى انه اصلاح المجتمع هي الدعوة الى التوحيد. والدعوة الى السنة. والناس يتعلم الكتاب والسنة. على منهج اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ده الفهم الصحيح. فالناظر الان للحزاب دي كلها. الاخوان المسلمين بفصائلهم كلهم. كوي سمعات؟ الصوفية بفصائلهم كلهم. انه الناس ذي البعيدين كل البعد عن الكتاب والسنة. وان احنا مدينة اقمنا هذا المنبر. وما جايين شهالين معنا متفجرات. ولا شهالين معنا سيخ الى اخر من ذلك. جايين شهالين معك شنو الكتاب والسنة. وكتب وسائق. كذا فهو وسائق. في كتب بتاع السيد كتب. قلت والله ان الحركة الاسلامية المنهج بتاعيد الحق ده نجيب الخلافة الراشدة. ايه حسانة ده نجيب الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة تجيبها كيف? ما ده السوء. ده تجيبها كيف? ده تجيبها بالكتاب كتابات سيد قدوب. اللي بيقول انه المرشريات كلها ارتدر وكفرت. كوي سمعه? تجيبها كيف? الخلافة الراشدة. ده ده. ده كم. الجزية التانية من المناحج القعدة. طبعا كان لنا باقتصار. الجزية التانية. الفكر العلماني. انا شايف في ورق معلك هنا. الله النازل ماتوا زمان. ناس مين ناصري وجمع الامين ده عبدالناصر. وده اللي انت قلت عنه جو من هنا النازل. اهرفتها كيف? بلو فيه اضرب لهم تلافهم خليجي ناصر. وقلوا في جماعينا قالوا منهجكم ده بودي جهنم معاديل قلوا. فينا جو هنا. تطابعوا زول ده تبه جهنم طوالي. قوي سمعه؟ المان هجل علماني. علمانية عن شو يعني؟ علمانية بمعني لا دينية. معنى شنو؟ لا دينية. لو قوليك الزول ده لا ديني. معنى شنو؟ معنى مسلم ولا كافر؟ زول لا ديني. لا ديني. يعني ما عنده دين؟ معنى شنو؟ معنى مسلم ولا معنى كافر. هالزول براه من الاول بيجيك به وضوح قال لك انا والله ما عنده علاقة بالاسلام. طبعا انهم بيجي بليفه ودويره. وهيز بيجي بليفه ودويره. وهي اسمها لكن عندهم رأي في الاسلام ده من اول انهايته. عندهم في رأي. هرفتها كيف؟ دي العلمانية. مقسومة لك اسمين. في علمانية الان ملحدة تماما. علمانية شنو؟ ملحدة كافرة بالله عز وجل جملة وتفصيلا. ده يتركز في حزبين. الحزب الشيوعي وما يسمى فشنو? حركة الطلاب المستغلين. طبعا دي اولاد عام شنو? اولاد عام الشيوعين طوالي. الابتكاب? دي اللي بيقول لك ما بحاجة يسمع الله نهاي. ما بحاجة يسمع الله. قالوا احنا نؤمن بثلاث ونكفر بثلاث. نؤمن قالوا بساتلين وماركس ولينين. ونكفر بالله. والخاصة تعني في شيء اخر. عرفتها كيف? قادة دينهم كده. طلعت في الروسيا الثورة شنو? بيوسمها بالثورة شنو? الثورة البلشفية. عرفتها كيف? في الروسيا. القضية دي قامت منين. في واحد طبيب بتاع حياء. طلع كتاب. نظرية سيمة نظرية داروين. وكتاب اسمه اصلا الانواع قال ما قال الانسان ده اصلا ما شنو ما خلقوا الله. حكاية خلقوا الله والبشرية جاي من سيدنا آدم عليه السلام. وسلسلة الكلام عندهم ما في كلام ذي. نحن بتاع كيف? قالوا عملنا بوحوز. عملنا بوحوز. اكتشفنا انه الانسان ده اصلا عبارة عن حشرة قال. الحشرة دي شوية شوية. الحشرة بيقى قعونجة. القعونجة بيقى الضب. الضب بيقى قريت. القريت بيقى قريت شامبانزي. القريت ذاته. من شامبانزي. ور كيه طوالي بيقى شنو? بيقى بنا ادم. بعيون ادنينه كده. والله الذي لا اله غيره. الكلام ما بيقوله لكم ده مكتوب في كتبهم كده. ده ده فهمهم. ويجي هنا قاطع نص عامل فيها وفهمزون في الكون. يقول لك انا عندي نظرية يا هذا. كويس معك? ده فهمون كده. ما بحاجة سيمة الله. كويس معك? اينش عنده اللي فهم? والاختصار انه اللي فهم. المجتمع كله. المجتمع هو ابني على شنو? على انه الانسان قريت. قالوا الانسان المفروض يجبع غريزه زي الحيوانات واحد. عشان كده قال واحد شوية لما قاعد يعين في زريبة. قاعد يعين الاخوانه في الزريبة. لقى في عجل. بجامع في امه الولدته. قال نريده مجتمعا شنو? قال نريده مجتمعا شيوعيا شنو? مستهد المجتمع. لانهم عندهم حكاعدين انه دي امي ودي اختيه ودي مرات اخوي ودي مرات ابوي. كلام زي لا ما فيه. ماذا قاعد على العقد? العقد جاي من وين? جاي من الشريعة الكتاب والسنة. هم عندهم كلام زي ده. عندهم البناء عندهم ده نظرتهم له زي الحيوانة الماشية. انتظر قريت. ما خلقك الله. ده فهمون كده. ده لما انجله شنو? شان كلا واقع الشيوعي كان في مصر. قال ببيت مع صاحبه. هو زوجة صاحبه في سنينة واحد للصباح. وده بيقبل مرض صاحبه. لغاية ما يلبسوا يتخرج. ده المجتمع الشيوعي. هدهرينه كلا بالطريقة دي. عرفت كيف? وانها زي البلد مسكوا البلد دي ثلاثة يوم. وربنا سبحانه تعالى اخذهم. المشير جعف الرمير انتهى منهم. قرادهم نهايي. كترهم. عرفت كيف? الكلان معروف في التاريخ شنو? السودان الحديث. مسكوا البلد دي قالوا الخرطوم دي ما مكة. الخرطوم شنو? ما مكة. وقالوا هنقلب هذه المداخن هذه المآذن التي يعني تؤذن فيها الله يؤذن فيها بالأذان للصلاوات. الخمس قالوا هنقطع المآذن ده نقلبها شنو? نقلبها مداخن مصانع. لانه عندهم العبادات والدين بعطل الانتاج. فهمون كده. ونظرتهم للدين قالوا انه الدين عبارة عن شنو? الدين افيون الشعوب. يعني اي زول في رأسه في عقيدة في عقيدة سواء كان اسلامية وغيرها حسب نظرتهم هم باعتبروا زي زول شنو? زي زول الشهر بافيون. زول الشهر بافيون بيكون عامل كيف? بيكون منتهي مدمر يعني. يعني الدين ده سبب لتدمير شنو? الانسان. يعني عندنا بالعكس الاسلام هو اللي بيطور شنو? اللي بيطور الناس. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في اقوام كان الواحد بيتحارب مع اخوه اربعين سنة. متشاكلين في ناقة بس. في ناقة ولا في حسان. حسانين اصابقوا. الحسان ده غالب داك اتشاكروا. اي قبل انه حسان. اربعين سنة. وفي حارب مية سنة. في ناقة بس. يابدوا الاسنام. زول الشهر البيت يمشير ماء في في التراب يدفنة. عرفتا كيف? يشربوا الخمرة. ميت يدوك الباب تقعد يتفضل بيجيبوا لك كاس طوال. نزاما كده النازل. عرفتا كيف? شغالين شعر والزينا والغارات. النبي عليه الصلاة والسلام بوعد فاولاء القوم. في في تلاتة وعشرين سنة اتغيرت. الجزيرة العربية كلها. في اقل من مئة سنة الاسلام وصل وين من الصين لغاية وين? لغاية اوروبا. نص فرنسا ركات محكومة بالشريعة الاسلامية. ده في زمن قليل لانه المنهج ده منهج رباني. رباني بجيب لك منهج متوافق تماما لخلقة الانسان. عرفتا كيف? منهج متوافق تماما لشنو? للفطرة البشرية. عرفتا كيف? الاقتصاصها تمركب كده على الفطرة البشرية. عندك الزكاة. صدقة. ياخدوها من الزوء الغني يدوها لزوء الفقير. كذلك قلت زول بقيت زول شغلت موخق واجتهدت. بقيت تاجر. لك المجال مفتوح. تعمل تجارة تعمل الشركات. ما بزر بيسهلك. الشبعين انهم كلام ده ما في. الملكية الخاصة دي عندهم ما في. اي حاجة تبع الدولة. طبعا ده كلام مخالف لشنو? للعقول. يعني ما ممكن زول بروفيسور في الجامعة. يدوه مرتب زي الزوء الغفيف. كلام بيجي? ما بيجي الكلام ده. ده فاهمون كده. النازل. فدي العلمانية الاولى. العلمانية بتاع شنو? العلمانية الليها دينية. التي ترفض الدين جملة متفصيلة. ده الشيوعين. هل يفتقد? النظرية التانية العلمانيين التانين. ده اللي بيؤمنوا موجود اله. بيقول لك الله فيه. ده اللي الباسيين. وحزب الامة والاتحالة الديموقراطي. آآ معاب. الى اخر من ذلك. ده اللي بيؤمنوا ان الله موجود. كويس? لكن يؤمنون باله عاجز. باله شنو? يؤمنون باله عاجز. يخلق ويحكم شنو? ويحكم غيره. الله خلقك هاي. الله الله خلقك هاي. لكن يحكمك الله. ان الحكم الا لله. كلام ده ده ما عنده. بيقول لك الدين شنو? علاقة الانسان بربي علاقة راسية. علاقة راسية يعني شنو يعني? استصلي. يا الله. الصيام يا الله. النوافل يا الله. لكن ده تدخل الدين. في الاختصاص. يكون في السوق. يكون في البنوك. يكون في البورصة. كلام زي ده ما فيه. تدخل الدين. في المنهج التعليمي. تجي الجامعة تقول يا اخواننا. الاختلاط ده حرام. ولا ما حرام? النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. قال ان خير الصفوف صفوف الرجال اولها. وان شر الصفوف الرجال اخرها. وان خير الصفوف النساء اخرها. وان شر الصفوف النساء شنو? اولها. يا العلماء قالوا اجتمع الشرين في الصفة الاخير من صفوف الرجال. والصفة الاول من صفوف النساء شنو? لغرب المسافة. دمامان اسلامي. طبعا انا اجب هكي ما قلت لك بيل. النازل العلماني لابسين توب شنو? لابسين التوبة الاسلامي. بيجي بيليف ودوير معك. يقول لك على حرام الجامعي. قال زارين يكيسوا الله. الجامع على الحرم. على الطواف هناك بالكعبة. ومنو قال لك الطواف ذا كان كده. الطواف كان كده. فيه خلط وشكه ام فيه كلام زي ده. ده ما اسلام. تجد قول يا اخي الاسلام يخوص في المناج التعليمي. يقول لك ما فيه كلام زي ده. يخوص في التربية. البنات دي يلبسه نغاب. الطوب ما في. اسكرتي بلوزة ما في. ده حرام كله. تلبس لباس امهات المؤمنين. يجيك واحد جبهج يقول لك دي عادة عربية. طيب عادة عربية. العادة دي صحيحة ولا كعبة? النغاب ده. عادة صحيحة ولا كعبة? كويسة ولا كعبة? ما هذا السؤال مطروح? انت قال اي عادة بالدعاء طالي? ما اي عادة بالدعاء? ومنو قال لك ده عادة? ربنا قال يا ايوها النبي قل لازواجك وبنا ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ان يعرفنا شنو? فلا يقول ذينا ما كان الله غفور الرحيمة. يدنين عليهن من جلابي بهن. الادناء قالوا من اعلى الى اسفل. الاية دي باختصار الاية دي يبتني غاب ده دي الاية ده ده لباس امهات المؤمنين. اريتكاد? لما تجد قول كلام زي ده بيقول لك لا يستهتروا يقول لك الجماعة دي العامضوا الرحلة. ودوا بناتهم بغادل البحر. والاولاد فقط بغادل البحر. والجماعة بيضحقوا. يعني استهتار يعني. لا تخلف. البنات تكونوا براهم. والأولاد يكونوا براهم محترمين. عندهم درجعية. اما البيت تكون لابسة فوق الركبة. وذا لابسة بانطلون دي متحضرة. دي بيت فاهمة جدا. بيت متطورة. بيت الفين وستطارة. هنفتكاد? لا تخلف ده. اتخلف هنا اخوة انا. اتخلف اينو? الاسلام جاي يصور بنات الناس. داي قدار يقلعون. يملوصون البنات. بيفاهم بليد. يقول لك ات حرة. تقرسل البيت تقول لك ات حرة. انت مزول مني. ات حرة. ات حرة دي الفاهم بتاع شنو. ده الفاهم بتاع كبير بل يتلك بوان اول هاي. شكرا وتريك ده الاساس. لانه العلمانية بعد ما تجد تتكلم عن العلمانية الثانية دي. اللي علمانية بتؤمن بجد الله عز وجل. لكن بيبني بيله عاجز. يخلق ويحكم شنو? ويحكم غيره. فبقل لك الدين علاقة راسية بين الانسان وربي. كينا دوغر يقول لك. اما يخش في الحكم. يخش في الاقتصاد. يخش في الجيش. في الشرطة. في الغانون. كلام دينا ما عندهم. يقول لك الدولة شنو? الدولة المدنية. هرب تكاب? و جهاد المدني. ما بحق يسمى جهاد مدني. ما بحق يسمى جهاد مدني. جهاد ده واحد معروف في الشريعة الاسلامية. ده نأس الاطحان الديمقراطي. هرب تكاب? دي دي من مسائلهم الكبيرة. الانتخابات دي مسائلة جمع الانتخابات دي وسيلة من وسائل الدمقراطية. الانتخابات دي وسيلة من وسائل الدمقراطية. ده انا وابنيها على شنو? هذا الحرية. حرية الفكر. حرية التعبير يقول لك الرأي والرأي الاخر. لا لا ما في رأي اخر. في رأي واحد بس. رأي اخر ده ما في. اللي تبقى لك معي. فالناس ده تمسوا الهوية كلها. هوية البشر كلها تمسوها بافكار متخلفة. عشان كده من هذا المقام انا بحذر الطلاب. انا عارف ما فيه شيوع هنا ولا فيه زول. بيقي بيقدر بناغش الكلام ده. بيكون لابد. حتى لو جوا ما بكون عارف العلمانية شنو ذاتها. ما بكون تجي داخل هنا بناسه لك اول شي ما هو تعريف العلمانية? القالوا جماعتك او اجيب لي تعريف من رأسك. طه امين ايجي هنا بيجي بنجور طوالب. تقل لك انا جاي من وين? تقل لك انا طوالب بيقيت اندي اللحية ومقصر. يا ودي التمنون ان انا كنت لافي مع جماعة عارف كويس. نسجب ها الدموغراطية كنت لافي معهم. دي اشيوعين. بعارفهم كويس انا. اول منبر جدي حضرت لهم في الجامعة. لو ايسالهم الله في ولا ما فيه. ما دقيقة عارف النازل مجرمين. لكن انا من انا في الاساس انا حافظ الشعر بتاع النازل. بتاع ناس حميد تعرف حميد? حميد وابو عرك البخيت وابو السيد يقول لك. ابو السيد بتاع شنو? دا عبارة عن شنو? من الفنانين بتاعنا الحزبة الشيوعي. ابو السيد ناس ام عبد الرحيم كان دارك تاع الظلط لما فيه قطر هرس وانتهى منه. احنا ما انه ما له يا اخي. ما انه ما له يا اخي اللي فيه قطر اللي فيه قندران ما وما لوحنا. عيوشة عيوشة شعرات منكوشة تاكل تشرب من الجدول تاكل من الكوشة. يا خانم يخزويلها شنو يعني? يقول لك البلد حرارة صعبة. ما انت اسوب? ايه التشوي على اسوب من البلد دي? تمش لورا. لان ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا. ربنا قال الله فتحنا عليهم بركات من السماية والارض. في ايمان الله بيفتح لك. في ايمان وفي تغوة. التغوة هي البعد من الرزيلة ومن المعصية ومن ما يغضي بالله سبحانه وتعالى. التوحيد انك تفارق الناس لكلهم. هذا المناحق الباطلة كلها تفارقة. ربنا قال ولو ان هذا القرى لو في ايمان القرى كلها امنة واحدة. ربنا قال لفتحنا عليهم شنو بركات من السماء والارض. ومشاكل التاريخ الاسلامية تعرف لكلامنا كويس. انو كيف الدولة الاسلامية كانت شنو على الدرجة عالية من شنو؟ من الرفاية ومن الاقتصاد. حتى واحد قال لقى سرة في خزنة قديمة لقى سرة فيها اه فيها قمح. او ساموا البور مش كده؟ فيها قمح. قال وجدوا القمحة الواحدة قال كحبة النواة زي نواة التمرة القمحة الواحدة قدر نواة التمرة. وجدوا ورقة مكتوب فيها قالوا هذا ينبط في شنو؟ في زمان العدد اي زمان التوحيد والسنة. ده ده زمان بتمشي فيه شنو اللي قدام. عرفتها كيف؟ ده كلام سابة القرآن في شنو؟ وفي السنة. عرفتها كيف؟ عشان كده تعرف انه العلمانية الفكرية العلمانية بتاعت الافكار دي قليلة. لكن العلمانية الان المتغلقية في المجتمع هي العلمانية شنو؟ هي العلمانية السلوكية. في زول بتلقاه سلوكه سلوك بتاع زول علماني والشيوعي. لكن هما جاي بخبر. عرفتها كيف؟ زول تلقى ماسكا الواساب. ولا بسموش نواس تجعبوا واحد جديد تاني. عرفتها كيف؟ ماسكا الواساب. الليل كله. عم شافت على السيديو بتاع الموبايل. شوفوا الصور وشوفوا الحقادة الجوا. كويس مع الخلفية بتاعت فنانة عريانة قاعدة بالجنبها. عرفتها كيف؟ في ولا مافي. دي العلمانية السلوكية. في زول ساكاو بشوف لك انه كونه يقعد مع بيت الناس سبع ساعات بشوفوا ده حاجة عادية جدا جدا. ما في اي حاجة. يقول لك والله يا مولانا قعدت مع سوسو دي سبع ساعات ما جاهدني اي حاجة. والله يا رخصي. ما في واحد بل ايجا مرة جاءنا بالطريقة دي. كويس معك. يقول لك البت والولد حاجة واحدة. المساواة بين المرأة وشيرو؟ والرجل. ده معنا المساواة انهم لا فهم. المرأة ممكن تقوها مكانيكية وممكن تبقى مهنسة تقاطع في طابق الرابعة شايفون. وهي اللي طالعها فوق مهنسة. المتر متر وقع منها من فوق. رب وقع في رواطة. معاش يفوت اثنين قاعدين. نظروا جعب ولها البتابو. يا غلق المالك مع الحوس. هيري بتاكد? هيري بتاكد? المرأة محلها شنو مصنع للرجال. هيري بتاكد? مصنع لشنو للرجال. دي المرأة مطلوقة بالشارع. كفاية سمعت? بدون اي موضوع. ولبوا لا في جاري. الولد بيجي من الروضة بيجي في الروضة عام بيكون قرروا لقطة الصغيرة. برضو بيكون ما فاهمي حاجة. يجي سانوي بيكون مع عزبستون وبيكون مع شنو? ومع البتابات. بالاستاذ انا بسموه شنو. لغاية الاستاذ القرروا ما فاهم حاجة. احتمان يكون صوفي واحتمان يكون زول دجال اخو مسلم جبهجي. كان خلاص لقاله ده البتابين بيجي واحد بيقول انا المسلم لا احمد للناس سوى شنو? سوى الحب. كويس ما هذا? ده دين. انا عشيد كله دين انا عشيد. اعرفت كيف? فدي مشكلة كبيرة. بتاقي واحد سلوكيا. 24 ساعة شايرة السماعة فازال يشوف. ما يخلي غونة حبشي. غونة امريكي. بوب مارلي. 50 سنت. ما عارف اويدا لا كنبا. تعالوا اويدا لا كنبا. والله قد. ده زمان بدري. تاقي شغال شغال زي ده. يقول لك ما عارف اويدا لا كنبا. اكل الموت خل المنقى. جيب لهو تيبشي خليها اكله. تاقي ما اوز زي ده كده. ما فول في الشعر وعمل شنوها دي الحلاقة بتاعة زيت ديك الرومي. عمل دي حلاقة ديك. والله دي قبيحة قباحة. النازل لو بيعرفوا. والله النازل انا باعيلون كده باحتار في في النازل. انا ما اعرف ان نازل واحد بيصل مرحلة بيغنع نفسه كيف ان يعمل كلام ده انا محتار فيه. وبعده لما نيجي ماشي اعيل لك كده عندك لحية ونقصر يعيل لك كده كأنك كأنك غنماية ولا كأنك حاجة. وما اعرف ايش ده البليد. وشايف نفسه اوش شفت وانا الفارع. انا عملت لي انا الفارع وش شفت. وما اعرف انه دول الشفت ده دل بيطلع نفسه وشنو من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. تعلم انت في الدنيا دي حلقته في فتيسينت لبستك وبايا قطعتها بنطول لك نازل بتخش القبر ده ولا ما بتخش. بتخش انا ما بتخش. قلت شيوعي الله ما في بتخش انا ما بتخش. الشيوعين طبعا مختنعين طمام انه في موت دي ما بغلط فيها. نهاية. في موت ولا ما في موت. بيسخد جوا بيسألوك. اذا بكتابة لترابي برضو بيسألوك. طبعا ترابي قال ما بيسألوه قال. ما في عذاب غبور قال. حكا يدي انه قال يأتي الملكان اسودان فيقعداني فينتهراني. كويس معاك? ويسألوه له من ربك? ما ديرك? ما النبيك? قال خلام دينا ما في. قال الملايك ده لما يطلعه برا يشكله معك ما قال. شبت قيد قال كده. قال الملايك بيستعتر شنو? بهذا الامر. وينكر عذاب القبر. جملة ما تفصيلا يمكن الكلام ده. ورابنا قال النار يعرضون عليها شنو? غدوا وعشية. ويوم تقوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا شنو? وعشية دي في الحياة البرزخية. ويوم تقوم الساعة دي يوم القيامة. ادخلوا الى فرعون شنو? اشد العذاب. والحريز كثيرة جدا جدا. الحريز شنو? كثيرة في هذا المقام والآيات والأدلة العقلية والنقلية. في اثبات شنو عذاب القبر. فايت ادغوش. بقيت لابس بانطلون بتاع بي تخش جوا. طبعا قالنا ما بجوز اخوانا. ما بجوز. بانطلون ضيق ما بجوز تلبزه. ربتا كيف? في يسمع الغنى ويخلط بنات الناس حاين بين داخله مارك. دي بسموها شنو? الكرام نجا من وين? الكرام نجا من شنو? من الافلام من السلسلات? ودي كلها ساقوها سياقة شنو? سياقة بمنهج علماني. وده بسموه الزول العلماني والشيوع سلوكا. شنو? سلوكا. السلوك بتاعه ما سلوك بتاعه شنو? بتاعه المسلم. او زل عنده اخلاق او زل عنده شنو? او عنده حياة. فهذا الكلام كان يعني باختصار ونفتح الفرصة ان شاء الله تبارك وتعالى. لنتحدث من بعدي. وصية القحطان. بالله قولوا كلما انشدتم رغم الاله صداك يا قحطان.